بدي أقول له للرنام عوض أني حزين أنه بعد 26 سنة الحلم اللي استشهد من أجله الدولة القوية اللي استشهد من أجله بعد ما تحقق مش بس بعد ما تحققت بعد ما تغير شي بعدنا قادرين نحط خطاب رنام عوض من 26 سنة على صور اليوم بس بدي أقول له بالرهم من كل شي بدنا نكمل النضال بدنا نكمل النضال طيب بنا كيان لبناني حقيقي ودولة قوية دولة بتحترم حدودة دولة بتحترم سيادتها دولة بتبسط سيادة القانون على كل جزء من أجزاء الوطن لأن القانون نهارا بيصير استنسابي ما بيعود قانون الاستنسابية بتدمر القانون وبتدمر الدولة دولة بترجع تفرض هيبطة على اللبنانيين وهون يا أستاذ مرسال بدي أقول أو خبرك موضوع ما بعفز أنك بتعرفه كل المسؤولين الأمنيين اللي حوالي الرئيس معوض طلبوا منه ما يروح على الاحتفال بـ 22 وأكتر من هيك طلبوا من الستنيلة تجي معهم تتقنعوا ما يروح لأنه كان عندهم خطر كان جوابه أنه إذن أنا اللي بدي رجع سيئة الناس بالدولة مبين خايف كيف بدي استرجع هيبة الدولة لأ بدي روح ومشان هيك استشهد بدنا دولة استرجع هيبة بدنا دولة تقدر تحمل أمهات تعتق أمل للشباب حنكمل النضاء في صعوبات في صعوبات يمكن سرقوا كل شي بس حنضلنا نحلام رغم كل شي ترجمة نانسي قنقر